الحقيقة أينما جلست تجد الناس يعجبون من نماذج بشرية بعيدة عن أن تكون من بني البشر يخرج في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين يلبسون للناس جلود الضأم من اللين نعومة ما بعدها نعومة كلام أحلى من العسل فإذا رأيت أفعالهم فهي أشد من الصبر هذا النموذج الذي يرى الدنيا ولا يرى الآخرة يرى المادة ولا يرى الروح يرى المال ولا يرى القيم يرى الحاجات ولا يرى المثل إنسان مادي شبيه بالبهيمة إنهم كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا شبيه بالحمر المستنفرة التي فرت من قصورة شبيه للذي حمل التوراة ثم لم يحمله فمثله كمثل الحمار يحمل أسفاره شبيه بالكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث هذا النموذج الذي ترونه كل يوم يلبسون للناس جلود الضأن من اللين ألسنتهم أحلى من السكر وقلوبهم قلوب الذئاب لا ترتاح لهم يبتسمون في وجهك يصافحونك بحرارة يعبرون عن أشواقهم إليك لكنك لا ترتاح لهم تخاف منهم مع دماستهم ومع لطفهم ومع نعومتهم ترون أنتم كيف أن الطغاة في العالم يبيدون شعوبا بأكملها فإذا رأوا طفلا في احتفال حمله وقبله أحد زعماء العالم الغربي أباد شعوبا بأكملها صور وهو يمشي في الطريق فإذا بكلب صغير يحمله ويقبله ما أرقى قلبه يقبل كلبا ويذبح أمة هذا النموذج المتناقض شخصية عجيبة تلبس للناس ما يرضيهم أيها الإخوة يختلون الدنيا بالدين يلبسون للناس جلود الضأن من اللين ألسنتهم أحلى من السكر وقلوبهم قلوب الذئاب يقول الله عز وجل أبي يغترون أبي يغترون غرهم حلمي غرهم تأخير عقوبتي أيها الإخوة الكرام لأنك مخير يمكن أن تفعل السيئات إلى أمد طويل ولا ترى شيئا النبض 80 الضغط 8-12 تحليلات كلها طبيعية قوي ذكي متمكن الله عز وجل ويأتي دفع السمن في ثانية واحدة تصبح في قبضة الله إنا إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم اعملوا ما شئتم قلوبهم قلوب الذئاب يقول الله عز وجل أبي يغترون أم علي يجترؤون فبي حلفت حلف بذاتي فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدعو الحليم منهم حيران عقابهم في الدنيا قبل الآخرة لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدعو الحليم منهم حيران إن الله ذنفقام شديد وإن بطس ربك لشديد فهذا الذي يستخف بوعيد الله لا يعبأ بأن الله يعلم وبأن الله سيحاسب وبأن الله سيعاقب لا يعبأ تأتيه المصيبة سمعت عن بلد إسلامي تفلث تفلتاً لا يوصف من منهج الله غلق في المعاصي والآثام فساق الله له زلزالاً حدثني أحد الإخوة هناك أنه في صلاة الظهر لا تجد في حرم المساجد مكاناً لمصلة صلى الناس في صحون المساجد من إقبال الناس على الدين عقب الزلزال دمر عشرة آلاف منزل بثوان معدود فالله عز وجل في أية لحظة يكون الكفر في قبضة الله هو وتبجحاته واستعلاؤه واستعلاؤه وغطرسته وتحديه ورعونته وعيد الحديث مرة ثانية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين أي يأخذون الدنيا بالدين يلبسون للناس جلود الضأن من اللين ألسنتهم أحلى من السكر وقلوبهم قلوب الذئاب يقول الله عز وجل أبي يغترون أم علي يشترؤون فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدعو الحليم منهم حيرا وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل قال لقد خلقت خلقا ألسنتهم أحلى من العسل يعني مرة دخلت إلى احتفال وأنا مضطر أن أغادره بعد ربع ساعة فاستأذنت من عريفي الحسل فقال لي الاحتفال يبدأ بقدومك وينتهي بخروجك منه أنت الأصل والله كلام أحلى من العسل هناك شخص عنده قدرة على أن يسجب قلبك بلطفه لكنك لا ترتاح له تخاف منه وتجد إنسان آخر مجاملات ضعيفة جدا لكنك مطمئن له فالمؤمن قد لا يحسن هذا النفاق العالي جدا لكنك ترتاح له قيده الشرع لن يغذر بك لن يطعنك في الظهر لن يمكر بك هذا من علامات المؤمن أنك ترتاح له والنبي عليه الصلاة والسلام وصف المنافق بأن جاره لا يأمن بوائقه أخ من أخواننا له بيت أرضي وله وجيبة داخلية داخلية أراد أن يزوج ابنه أنشأ حمام مترين بمتر في وجيبته الداخلية والبيت أرضي ولا يمكن أن يؤذي أحدا لا يحجب شمسا ولا يعيق رؤية ومع ذلك جاء من هد له هذا البناد من الجيران فماذا فعله لو أنه حجب الشمس كلام منطقي لو أنه حجب الرؤية لكن ما فعل شيئا في بيته ولتزويج ابنه لذلك الناس متقاطعون أن تعيش بين أناس المنافقين دائما أن تقلق لأن كل واحد منهم لغم لا تعلم متى ينفجر أما المؤمن الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن قال له والله إني لا أحبك سيدنا عمر يبدو لإنسان منافق فقال له هذا المنافق أو يمنعك بغضك لي من أن تعطيني حقي قال لا والله لا أستطيع قال إنما يأسف على الحب النساء منافق المؤمن مقيد بألف قيد يخاف أن يأكل حق إنسان يخاف أن يظلم إنسانا يخاف أن لا يعطي إنسانا حقه أما الكافر ذنبه كالربابة أما المؤمن ذنبه فأنه جبل يخاف أن يقع عليه إن الله تعالى قال لقد خلقت خلقا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر فبي حلفت لأتيحنهم فتنة أي لا أبلونهم بفتنة تدعوا الحليم منهم حيران فبي يغترون أم علي يشتغئون أخطر شيء أخطر شيء أن ترى أن الله يمدك بكل ما تشتهي وأنت تعصيه أخطر شيء أن ترى أن الله يمدك بما تريد وأنت تعصيه عندئذ فاحذره إن بطش ربك لشديد ويؤت الحذر من مأمنه ويمكن أن تنقلب الدنيا رأسا على عقب بثانية واحدة اللهم إنا نعوذ بك من فجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك بثانية واحدة شاب مستهدر بكل قيم الدين أتيح له أن يكون في الخليج اشترى مركبة وفي أول رحلة من دبي إلى أبي ضدي وقع بحادث قطع عموده الفقري فهو الآن مشلول في السادس والعشرين من عمره إن بطش ربك لشديد لكنك إذا كنت في طاعة الله أنت في مظلة الله أنت في حفظ الله أنت في رعاية الله فإنك بأعيننا هذه الآية لرسول الله ولكل مؤمن منها نصيب يشعر المؤمن المستقيم أنه بعين الله وأنه بحفظه ورعايته وتوفيقه وأن الله لن يضيعه وليخذله وليسلمه ولين ينساه ولن يتره عمله أيها الإخوة نحن في آخر الزمان وهذه الأحاديث تعيد لنا التوازن في آخر الزمان إن رأيت إنسانا مستقيما محسنا يختل توازنك أنت ألفت أن الناس أعداء الناس يريدون أن يبتزوا مالك أن يصعدوا على أكتافك أن يأخذوا ما عندك أن يضعوك في التعتيم وهم في الإضاءة فالمؤمن هذا الحديث وهذا الحديث يطمئنه أن هذا الذي يجده في آخر الزمان شيء طبيعي جداً هكذا الناس في آخر الزمان لذلك عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية لذلك فأووا إلى الكف كهفكم بيوتكم وكهفكم مسجدكم إنشر لكم ربكم من رحمته لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي إذا كنت محاطاً بالمؤمنين ليسوا معصومين ومع أنبياء أنت مع مؤمنين غلق معي تأخذ ربع ساعة ليسوا معصومين لا يطعنونك في الظهر لكنهم لا يغدرون بك لكنهم لا يبتزون أموالك لكنهم لا يسلموك لعدوك لكنهم لا يشون بك إلى من لا تحب في منطقة أمان كبيرة جداً في علاقتك بالمؤمنين ومن أجمل ما في الدنيا أخوان في الله تحبه ويحبك تنصحه وينصحك تأخذ بيده إلى الله ويأخذ بيدك تتفقده ويتفقدك تقف معه ويقف معك ولا يتأثر بعلوبك في الأرض أم بوقوعك في حفرة هو معك دائماً ليس معك ما دمت قوياً أكثر الناس رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عندهم ذهبوا رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال رأيت الناس إن فضى إلى من عنده فضى يعني يقبلون على الغني والقوي ليأخذون منه فإذا زورت الدنيا عنه تفرقوا عنه والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر